اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناة الالي في برنامجكم ملك وكتابة صناعة الوهم والاعلام التخيولي ابراهيم اهلا بكم اهلا بكم اعزائي المشاهدين ومواد يتجدد معكم والحلقة ستمية وستين من برنامجكم ملك وكتابة حلقة الاثنين حلقة مهمة جدا تتعرض لكثير من هذه النمازج التي اشار اليها المهندس عدلي سريعا سريعا كده الموضوع بقى يعني مسير للسخرية ان الكثير من الاخبار لا اساسها لها من الصح بل الكثير من الاوضاع اللي بتستقر يعني عملية صناعة النجوم وانحنا نخليها تتحط فيها تاني او هدم النجوم يا صناعة النجوم يا هدم النجوم مفيش حاجة واخدة حجمها وبعدين نزعل لما اللعيبة تبتدي اه يعني تصرب بطريقة وكأنها صدقت هذا الوهم وكأنها صدقت الوهم عارفين لما كنتوا بتتفرجوا على المطشات تلاقوا لاعلان التخيولي كان فيه اعلانات تخيولية لما جات مصر كانت الناس بتستغربها اوى باش ونستلاقي وراء الجون انت شايف وانت بتتفرج على المطش في التلفزيون شايف لوحات اعلانية لأي سلعة وبعدين تعتقد او فعلا انت شايف ان هي حاجة خشبية موجودة وعليها الاعلان فجأة تلاقي اللعيبة راح اداخل فيها وما حصل لوش حاجة الى ان اكتشفت الناس ان ده اعلان تخيولي بصور تخيولية للأسف جزء كبير من الاعلام الرياضي تحول الى اعلام تخيولي ازاي تجد بالكتبة ازاي تطلق الاشاعة والناس تبني عليها وتنشغل بيها وتتبني عليها اراء عشان كده يمكن حلقة النهاردة مش بالاعلام اللي هو التقليدي لا هو جزء منه بقى الاعلام الشعبي اللي هو السوشيال ميديا واراء الناس الجديد ده الاعلام التخيولي وفيه كتير من النمازج الفاضحة والكاشفة والكاسفة الحقيقة ها نتعرض لها النهاردة مع حضراتكو في هذه الحلقة وهذه ابرز عنوينها مقالي ومقاله المجد في يد الفراعنة الغربال والعشرة ممكن بعضمت لسانه هو الكلام علي جمرك الشموع الحمراء مكاوي عم الكباتن أسرار الملك جده حين يعتزد وأخيرا مجلتنا من أربعين سنة ترجمة نانسي قنقر